السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين قناة عرب قنوليكس معكم عبد المجيب عندي طبعا الموضوع اليوم اختلاق المواقع ولينكس وكيف تختلق المواقع بلينكس تمام وراح نشوف هذا الاشياء الظريفة اليوم وراح نشوف يعني كيف تختلق المواقع وراح نتعرف على كل شيء ان شاء الله طيب قبل ما ادخل في هذا الموضوع شكرا على الدعم اللي حصل الفيديو الماضي يعني حصل فيه تعليقات جميلة جدا شكركم لذلك انا فتحت قناة جديدة لانه في ناس كتير قالوا لازم تكلم هذا الموضوع لازم تجيل الفيديو المفد الماضي ففتحت قناة جديدة عيس ان اكون بعيد عن قناة عرب قنوليكس يكون فيها محتوى تقنية يخص قنوليكس وتكون هذه القناة الثانية ما لها علاقة في الشغلات هذيك يكون في قناتي عيسى وليف هذا اولا ثانيا عندنا طبعا حاجة اخرى قبل ما ابدأ الدارس الظريفة اول قبل ما ابدأ اعطال معلمات هذه ويويويويويويويويويويويويوي عندنا عرب قنوليكس اللي ما اشترك روح يشتركه تمام دورات جميلة جدا هنا مو بعشة للمسويه الا انا تعبت على محتوى صراحة تمام وعليهم خصم الى نهاية هذا الاسبوع خمسين بالمية تمام واحدة من الدورات هذه واخر الدورات هذه هي دورة لارافل فيها اكثر من مئة درس واكثر من سبع ساعات للتدريب وايضا لان كنت قاعد تشوفني على اليوتيوب هي عليهم خصم خمسين ان حطلك كود تحت يبعطيك خصم ستين بالمية على كل شي في الموقع وليس فقط دورة واحدة نبدأ في الموضوع وها اللي وقف الفيديو وروح هناك على الاقل اشترك خلناك سبك شخص في موقعنا يلا كيف تخترق المواقع واللي الاخره اللي خلاني افتح هذا الموضوع اليوم اتكلم عنه طبعا هذا الموضوع انا كثيرا تحشا بسبب الاقبال الكبير عليها تحشا لان المقبلين عليها بعضهم لا يعيما هو ما هي هذا الموضوع واشتبعات هذا الموضوع ايضا السبب الثاني انه لانه موضوع كبير اصلا والناس يدخل عليها الناس تديدة فممكن يسألك السؤال يعني ممكن معليش عن الكلام هذا يعني ترى انه اليوم انا بصير مرة صريح ممكن يكون كلامي اسوأ من الكلام بالفيديو اللي راح من الشدة يعني بس ممكن يسألك سؤال مبتدئ وهو قاعد يكلمك عن اختراق لذلك انا ما حب دخلت لهذا الموضوع اطلاقا لكن اليوم هذا قررت يسويه لانه مؤخرا صرت اطلع بالباثة المباشرة حق لايف تويتر وصارت اجيني اسئلة عن الاختراق كثير ومليت صرت ما عادلش يسوي بنفسي كثير انسأل هذه الاسئلة تعبت لذلك قررت اليوم ونسوي هذا الفيديو كوم مرجع كيف تختراق المواقع زين وقبل ما ادخل في الاختراقات نبدأ في التعريفات تمام التعريفات مهمة جدا ما هو الهاكر ها اوكي الهاكر هو عبارة عن طبعا هذا حسب التعريف في وكيبيديا ايضا التعريف العلمي له هو شخص ذكي قادر على عمل اشياء ذكية جدا 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 تحل مشاكل ولا تعدد مشاكل يحل مشاكل بس ما يحدث مشاكل هذا الهاكر وهو بالاخير يعني عبارة عن مبرمج ترى او ممكن ما يكون مبرمج في مثلا ريشارد ستولمان كان يقول تعرفون ليدي جاكا المغنية كان يقول ليدي جاكا عبارة عن هاكر بالملابس تمام طب ريشارد ستولمان هو مؤسس حركة رون رجاءة الحرار الحالية المعاصر اذا الهاكر ليس شخص مخرب شخص محسن تمام اما من يعني يصل البيانات غير يعني هو اساسا شخص غير مصرح لانه يصل لها يعني مثلا يسرق حساب في تويتر او في حساب في فيسبوك او يضع الكلام مش ولا بدع في موقع او يعمل حاجة غلط في موقع هذا الشخص لا يسمى هاكر هذا يسمى طفل ويسمى لص ويسمى سارق وفي قانون يعاقب هذه الشكليات حرفيا لذلك يوجد فرقة بين الاثنين حرام انه شخص مثل هذا يسوي شغلات هذه باستخدام ادواتهم بعارفش قاعد يتسوي انه يطلق عليه هاكر بينما هاكر زي ناس نظيفة هذا الشيء ممكن تكلمت عنه سابقا حتى ناخذ مثال بسيط جدا على مجموعة الهاكرز وافضل الناس يطلق عليهم هاكرز هم الناس اللي يشتغلون بالذكاء الاصطناعي مو كل الناس طبعا اوكي الى ان الى الذكاء الاصطناعي لا يقوم بشكل المسئن ولكن الى الذكاء الاصطناعي هؤلاء هاكرز حقيقيين لاحظوا انهم ستطوّرون اشياء حتى تتمع المشاكل هذا مجرد مثال خط الذكاء الاصطناعي لانه بمجال مفهوم الان المجال صحيح للنواق وأيضا هذا مجال صريح المشاكل لدي الناس قد يكون حل المشاكل مع الذكاء الاصطناعي يمكن يكون موضوع بشيئ شوط ولموضوع وممكن تكون باستـحول شوط ويئة فهذول ايضا الناس جيدين و هاكرز فأنت ببقى تكون هاكر ببساطة شديدة لازم تتعلم لغة برمجة معينة وتكون محترف فيها جدا و رح تكون هاكر على طول اوكي ايش علاقة لينكس في الموضوع لينكس ما له علاقة في الموضوع لينكس مجرد نظام تشكيل تم طبعا يوجد توزيعات من هذا النظام مقتصة بالبنتريشن تيست والشغلات هذه ويعتقد البعض انه حصوله على هذا النظام عبارة عن انه انا اصبحت هاكر بينما الواقع لا ان تثبيتك للنظام سواء كالي لينكس تمام او ما سبقها او اي توزيع من توزيعات لينكس لا يضيف لك شيء اللي معرفتك غير انك تعرفت تثبت النظام لكن لا يضيف لك شيء اخر اطلاقا اطلاقا زين حاجة ثانية حتى يعني يكون واضحين جدا اكثر لما تكون انت مبرمج خلنا افترض طبعا هو اكثر ما يتكلم عنه وراح نفهم حين كيف يصير بعض الامثلة بالاختراق لما تكون انت الان اه حاب تخترق حاجة معينة زين الحاجة هذه انت مفاهم كيف تشتغل كيف تقدر تخترقها اصلا هنا مصيبة انه في ناس تستخدم هذه الادوات حتى الادوات تبين لهم المشاكل الموجودة ويستخدمون ادوات اخرى تستفيد من هذه المشاكل حتى يقدر يصل الى هذا محل ابسط الاشياء جدا حتى نضحك الاطفال هذه هو انهم يتوقعون انه حتى نستطيع ان نخترق موقع معين انه يجب ان هذا الموقع عاسف ترى كلامي لازم اصير صريح جدا انه هذا الموقع يجب ان يكون ورد بريس لا اذا كان اوقع لم تكن على موقع ورد بريس و فعلا انا جاني كلام كبير هذا انه يجب ان يكون وقع موقع ورد بريس او يكون على مستضافة في مكان و انا افتح حساب عند الشركة هذه و استطيع من خلال حسابي يصل الحساب الثاني في هذا الموقع بس هذا ما اقدرك الله عليه طيب لما تكون مطور ويب و اتوقع مطابعيني فينهم مطورين ويب انا او واثق تماما اذا كان مطور ويب طبعا متقدم انه يستطيع ان يعمل كل الكلام هذا بدون ادوات أتكلم عن أدوات اللي تستخدم مدري إيش والآخرة لأنه هو اللي يسوي المواقع وهو عارف كيف تشتغل المواقع ويستطيع أن يسوي الشياء كثيرة بدون استخدام أدوات بدون استخدام الأدوات هذه لماذا؟ لأنه هذا مجاله هذا ملعبه لما تجي تكلم عن أحد فيه تطويره هذا الملعب الخاص فيه لكن كيف تم اختراق المواقع وكيف تخترق المواقع الآن راح نأخذ الأمثلة هل نتكلم الآن عن حسابات تويتر كيف تخترق تتوقع أن الشخص هذا اللص اخترق تويتر نفسهم واستطاع أنه يصل للفاسورت على هذا الشخص لا إطلاقا لا تتوقع أنه عنده القدرة أنه يسوي هذا الشيء أصلا لا تتوقع نتكلم عن العامة لا يمكن إذن ما إيش اللي قاعد يصيره الشخص هذا كيف سرق هنتكلم عن سرقة بينات كيف استطاع أنه يسلق هذا العساب تمام معلومة أنا بطلقها وإن شاء الله ما يصر شيء سرق الحساب لأنه استطاع يصل إلى المعلومات الحقيقية هوية صاحب هذا الحساب لما استطاع أن يصل إلى هوية صاحب هذا الحساب استطاع يعرف إيميله الحقيقي وستطاع يعرف رقم جواله من خلال إيميله الحقيقي ورقم جواله استطاع استغلالهم بطريقة ما والحصول على كلمة المرور قد يكون استغلاله مثلا أنه أرسله يوم من الأيام حاجة وهو ثبتها وهو ما درى قد يكون يوم من الأيام مثلا اتصل عليه وقال له معلومه وهو ما درى وهذا شيء يصير ثم بعد ذلك حصل على كلمة مروره إذن إيش اللي صار بالضبط إيش إيش ستبس اللي صار وقد تضحكونا الآن بس هذا اللي قاعد يصير ممكن أنك تقعد تركه غرا حساب شهر شهرين حتى تقدر تجيب صاحبه إذا كان طبعا ما يفهم ممكن تجيب أسبوع أسبوعين لكن ممكن تركه فترة طويلة حتى تقدر تجيب حسابه هذا الشخص لماذا لأنك تقعد فترة طويلة تجمع بيانات حتى تكون أساسا هاكر أو حتى تستطيع أنك تقتحم مكان يجب أنك تعد مع أكبر معلومات ممكن عن هذا المكان لازم تعرف هذا الموقع لمن مستضاف وين إيش إيش لغة البرمج اللي فيه إيش 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 أساسا لغة برمج إيش معنى إيش قاعدين يستخدمون مكتبات إيش 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 يعني تقدر تجمع معلومات إليه ما أنك تدوخ هذه كلها جمع معلومات فترة اسمها جمع المعلومات بعد ما تجمع المعلومات الآن تجد نفسك ممكن أمام طريق أنه أنا ما أقدر أخترق هذا الموقع ليش؟ لأنه تقنياته مثلا أنا ما أقدر أخترقها عاولت بالثغلات اللي يعرفهم بس ما أقدر وطبعا هذا الشيء اللي قاعد يصير أصلا هم يستخدمون برامج كشف ثغلات فنلجأ إلى طريق آخر وهو أنه نحاول أنه نصل إلى صاحب هذا الموقع ثم بعد الوصول إلى صاحب هذا الموقع نستطيع أنه نأخذ كلمة المرور من هذا الشخص طيب كيف تأخذ كلمة المرور؟ إذا كان موضوع جدا كبير ورح تستغربون يعني مرة يعني افترضوا سين من الناس شخصية مهمة جدا وحبي نصل إلى حسابه لما نصل إلى هذا الشخص عرفنا يعني أولاده من لما قدرنا نصل إلى أولاده الصغار وعرفنا أن أولاده الصغار هذولة مثلا عندهم جوالات عندهم موبايل أوكي وممكن أتصل على أحد الصغار هذولة يروح يجيب جوال أبوه ويعطيني كلمة مرور راح تجيله بعد شوي ولا فتحنا تويتر ولا اخترقنا سيرفراتهم وهذا اللي قاعد يصير أنك تهندس الناس بهذه الطريقة أنا لا أعرف إذا كان هذا شيء أنا ما درست الهندس الاجتماعية ولكن ما أعرف هل هو يد يندل يشتاحت الهندس الاجتماعية وممكن أحد يفيد نتاحات في التعليقات موضوع آخر أيضا مهم جدا اختراق الموقع إذا كان عندك بيسيك في البرمجة قد تبدأ تكتش في بعض الأشياء أنت بعينك لأن على سبيل المثال للحصر في المواقع يوجد أماكن الناس تكتب فيهم مثل التعليق التعليق واحد يكتب تعليق قد يكون التعليق هذا أو يكون كتابتك للتعليق بعدما أنك تحفظها وتطلع لك في الداتابيس أنه يكون الموقع ما يشيل أو ما يشوي بارس أو ما يشوي سكيب لسبيشال كاراكترز مثلا سبيشال كاراكترز مثلا تكتب عن التعليقات بشكل صح التعليقات هي الجافا سكريبت ممكن التعليقات تكتب جافا سكريبت في المنطقة هذه وأي شخص يصل للمنطقة هذه تقدر تسوي في حاجة وانت ما اختراقت الموقع انت قاعد أنت لن تصل للسيرفر الناس لا تعتقد أنه الاختراق أنه يجب أن أصل للسيرفر أنت لم تصل للسيرفر أنت ممكن تسوي حاجة بالسيشن حقية المستخدم الثاني باستخدام الجافا سكريبت حقك يعني ببساطة شديدة ممكن تكتب جافا سكريبت الجافا سكريبت هذا يلتقط معلومات الناس هذه ورسلها لك والناس ما تدري من خلال هذا الموقع وصاحب الموقع ما درها والناس ما درها والمور طيبة إذن هذه بعض الممارسات هذه بعض الأفكار تصري الحديث بشدة لليكس لا يوجد علاقة في الموضوع إطلاقا لليكس لا يوجد علاقة في الموضوع حتى إذا حاب تكون هاكر لازم تأسس نفسك جيدا في لغات برمجة ولما أساسا تشبع من البرمجة ستعرف أنه سابقا كان تفكيرك غلط أنه لا يوجد شيء غلط لا ندع أي شيء وبعد ذلك ومعظم ما يحدث أو معظم ما يحدث هو عبارة عن سرقة وليس اختراق وليس شيء يتم التفخر به ننتهي إن شاء الله اليوم بهذا موضوعنا بخلاص وتحت قناتي الجديدة وشوفوا فليكس كورسز وسلام عليكم